السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات وأحلى متابعين في الدنيا يارب الجماعة يكون بخير وحشتوني من آخر فيديو سجلته معاكم على القناة تقريبا بقالي أسبوعين تقريبا أوه عن أول أسبوعين ما سجلتش معاكم صوت عاملين إيه يارب الجماعة يكون بخير والله العظيم لكم وحشة وخاصة في ناس كده معينة بحبهم في الله ربنا يارب دايما يجمعنا مع بعض في الخير وعلى الخير إن شاء الله تعالوا بس قبل ما نبتدي فيديو النهاردة نتكلم كلمتين لكن كلمة اعتاد قبل ما نبتدي نسمى ونصلي على سيدنا رسول الله بسم الله دا وكلت على الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين ده فرش بنت أخوية ربنا يا رب يسعدها ويبارك لها ويرزقنا يا رب العالمين زرية صالحة كده منهم إن شاء الله يكون لها أثر طيب إن شاء الله في حياتنا وفي المجتمع اللي احنا عايشين فيه ربنا يرزق كل اللي نفسه في خير ونفسه في حاجة كويسة واللي في نفسه في زرية ربنا يراضي الجميع يا رب العالمين طبعا الفيديو دا عندي بقاله يعني هنقول مثلا تلات اربع شهور وكنت نسيها خالص حبيت إن أنا أشارك معكم الفيديو النهاردة وأتكلم معكم شويتين علشان كلكم وحشتوني طبعا زي ما أنتوا شايفين جهاز عروستنا حاجة بسيطة كده وجميلة لكن بصراحة يعني بسم الله ما شاء الله علشان البنت كانت بنت أخوية ما شاء الله عليها هي البنوتة الوحيدة مامتها جايبة شئ وشويات شئ وشويات طبعا إحنا جبنا اللي إحنا حطناها في النيش إحنا حطنا حاجات علشان خاطر ما يكونش النيش بتاعها زحمة زي ما بنشوف قلنا إيه؟ يعني خير الأمور الوسط حطيني زي ما أنتوا شايفين كده طبعا ده بقى إيه؟ الشغل بتاعنا بقى في الريف وحلاوة الريف وجمال وحلاوة الأصالة والريحة الحلوة للريف المصري طبعا زي ما أنتوا شايفين كده حاجتها جميلة وزقهم حلوة بصراحة أنا رحت بس وقت الفرش ربنا يا رب يسعدها ويبارك لنا فيها يا رب العالمين زي ما أنتوا شايفين زقهم حلوة جدا في اختيار كل حاجة جايبينها بصراحة ومفروشات أنا بس ها يعني كل اللي أنا شاركته معاكم وهو تصوير النيش طبعا النيش كان الشكل اللي كان في الأول كانت حبيبة قلبي وصديقة ليه هاي اللي كانت رصاه بس بعد ما خلصت قالولي يعني عايزين نعدي الحاجات بسيطة لأن مومتها كانت حبة حبة أنها تحط طقم الصيني كله في النيش مش عايزة تشيل منه المهم أن احنا عدلنا شوية زي ما أنتوا شايفين كده بالشكل ده والحمد لله يعني على قد ما قدرنا كده برضو نعمل رسمة حلوة كده لنيش بتاعها وطبعا العروسة النهاردة بصراحة يعني اللي عنده بنت أو اتنين أو تلاتة الله يكون فعونك يعينك ربنا يا رب العالمين جهاز البنت النهاردة مكلف جدا فعلشان كده بنناشد وبنتكلم يا جبعة بنقول رحم الله امرئن عرف قدر نفسه رحم الله امرئن عرف قدر نفسه كل واحد عارف مقدرته امشي على قد مقدرتك جهز بنتك على قد ربنا مقدرك بلاش يا جماعة التباهي والفشخرة الزايدة كل واحد على قد مقدرته يجيب لو انا قادر اجهز بنتي بندص مليون جنيه ودي هي دي مقدرتي اتكر على الله وجهز طيب انا ما معيش خلاص امشي على قدك طيب برضو برضو يعني حاب اتكلم في نقطة للناس اللي هي مقتدرة وقدرة انها تجهز بنتها يعني بحاجات غالية وكميات كبيرة يا ريت بس تنراعي ان في ناس برضو ممكن يكون جاري او اخويا او ابن عمي او قريبي او صديقي ما عندوش المقدرة انه يجهز زي فيعني لازم نراعي برضو شعور بعم تمام بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده ده الدولاب بتاعها طبعا اللي فرشها المفروشات تعتبر خالة العريس بسم الله ما شاء الله عليها دودو حبيبة قلبي صديقتي وتعتبر اختي وصديق الطفولة ربنا يبارك فيها ويرزقها رزق حلال طيب وبرك فيه طبعا هي بتفرش فرش عريس ما شاء الله عليها طبعا الشغل ده في مدينة فقوس تابعة لمحافظة الشرقية دعاء من الناس الجميلة جدا 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 بسم الله ما شاء الله عليها عندها زوق عالي جدا جدا في الفرش وزوقها راقي جدا فيه اختيار التنصيق الالوان سواء كان في النيش او في المفروشات زي ما انتم شايفين وكمان في المطبخ هي طبعا بصراحة انا كنت مشفقة جدا عليها في الشقلبازات اللي عملتها كمان مع المفروشات وفي المطبخ كمان يمكن النيش كان فيه بساطة شوية لان هما كانوا حابين ان النيش يكون شغلة هادي مش عايزينه يكون زحمة ولو فيه اي حاجة زيادة نضفها في المطبخ مفيش مشكلة عايز اقول لكم بسم الله ما شاء الله المطبخ كان مليان وتحت السرير كمان كان مليان ربنا يا رب يفرحها بحاجتها ويسعدها يا رب العالمين ويفرح كل بنوتة لنفسه في اي حاجة في حياته يا رب يحققها وتوصلوا لكل احلامكم واهدفكم ان شاء الله وانتوا بكامل الصحة والعافية ويعدي الازمات اللي احنا بنمر بيها دي على خير ان شاء الله زي ما انتم شايفين دي غرفة الاطفال دي باديب بقى وارنيب وقطة وسوري بقى في اللفز كلاب وكل حاجة كل حاجة نفسكم فيها هتلاقوها داخل دولاب الاطفال هنا طبعا زي ما انتم شايفين زقها حلو جدا بسيط جدا جدا في حاجات طبعا وفي قطء ما اتفتحت شيء لكن طبعا العروسة كانت شرطة بسم الله ما شاء الله عليها كان زقها عالي جدا طبعا زي عمتها طبعا ثقة يا جماعة ثقة طبعا كانت شرطة ان كل حاجة تتحط يعني مش عايزة الزحمة والافورة قوي لكن المطبخ بصراحة زي ما انتم شايفين منفعش اصلا منفعش تشين منه اي حاجة شنا منه على قد ما شنا والله العظيم كنا حطيه الحاجات ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الفلق بجد يعني شنا حاجات كتير قوي حطناها في خزن السراير بس برضو زي ما انتم شايفين كل حاجة كانت كتيرة جدا يا بنت الحلال ليه الحكميات دي كلها بابا يا ابا كان مبسوط بيها لان هي بنت البنت الوحيدة امامتها جايبالها بسم الله ما شاء الله بين كل حاجة اتنين وتلاتة واربعة قول اعوذ برب الفلق بجد يعني انا كنت بصراحة عمالة مبسوطة بالحاجة بجد وفي نفس الوقت مش فقة عليهم حاجات كتيرة بسم الله ما شاء الله الله اكبر وبرضو بنت بنت خالد جوزي كانت بتجاوز برضو بنتها ما شاء الله ما شاء الله وابن عم جوزي برضو كان في نفس التوقيت بيجاوز بنته ايه ده ده ما شاء الله يعني فعلا الكل بيجهز زي بعضه خاصة في الريف كأننا داخلين حرب انا بقى واحنا بنجهز حبيبة قلبي ندا يعني بجد يعني عايزة اقول لها شابو يا نودة شابو 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 ما عملناش كده خالص ما جبناش الكميات المهولة في الفرش ولا حتى في المفرشات كنا بنجيب الحاجة الفخمة يعني مثلا لو هجيب مثلا فرضا هجيب اربع او خمس قطقم مثلا مفرشات للسراير سعرهم مثلا ما يعادل الفين تلاتة ممكن نجيب بيهم مفرش واحد وما نجيبش الكميات الكتيرة دي بس بنجيب حاجات قيمة وحاجات في منتغه الشياك وفعلا كان بجد يعني كان جهاز ندا كله بسم الله ما شاء الله حاجات فخمة وحاجات كلها يعتبر رمزية لكن حاجة بجد بجد في منتهى الشياكة والرقي بالنسبة لفرش العروسة ما بيكونش بالكميات والعدد يا جماعة لا بيزوق كل واحد بيجيب الحاجة بيزوقه كل واحد بيجيب بيزوقه يعني اختار براحتك وهاتب براحتك وربنا يا ربي يقوي كل واحد ويعينه على حاله لكن بجد انا يعني انا ان شاء الله انا ربنا احياني وعشت علشان اجهز بنتي باذن الله وباذن الرحمن بدل ما اجيب ثلاث او اربع اطم من حالة في المطبخ ممكن اجيب طقم او اتنين بس هجيب لها حاجة قيمة وحاجة تكون معمرة وفي نفس الوقت اجيب لها حاجة اللي انا هدفعه في الاربع هدفعه في طقمين بس حاجة تعيش معاها وفي نفس الوقت هحاول لانا اقتصر واجيب حاجة تانية مكان حاجة لكن اللي احنا بنشوفه في الفترة اللي فاتت اظن بقى في الازمات اللي احنا بنمر بيها وكمان الظروف اللي بقت صعبة جدا محدش هيعمل كده اتمنى ان الفيديو النهار دي نالاعجابكم وانتظروني ان شاء الله فيديو قريب باذن الله اشوفكم على خير في فيديو جديد سلام